أحبابي, مساء الخير جمهوري مساء الخير جمهور الأغنية المغربية في العادة أنا معروف عليها مساء من الفيديوات والفيديوات والحلقة لكن اليوم أضطرت ولكن أولا أنا قليل أعينة بقبط النسبة لسحتي بالجميع المشكلة التي لديها في الصحية لديها الكلوي و أعتقد أن الناس التي لديها المشكلة للغاية سوف أعرف أن المرات التالية والحرائق منذ يتفاجئني هذا الشيء إنما المرض اللي مرت اليوم أكثر من المرض الكلاوي وهو أنني بكل صدق جاتني بكية على الأغنية المغربية أو عن الفن عمتل في المغرب والتصالات اللي جاتني من البارح اليوم بصراحة شيء حشو ما قاعد نتكلموا في هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا الضرف اللي هو في مشاكل خراع في هذا الجائحة في هذا المشاكل الاغتصاب في هذا نزل الحوائجة أنا أحتر فرحة ديالي ببنتي ألماس الميلاد خليته أجلته عملي معا سين وعمان أجلته علاش تدفوت هاد نكبات تنعيش عشنا حزن مع رحمه الله نسي كندك الأولي يدعنا فمن مكان المغرب وجمهور المغربي والشعب المغربي اللي فرح الزدياد ألماس يعني ما نكونش غنكون نكرة جميل لهاد الناس ونكرة جميل لناس اللي كيحبوا اللطفة باش أنا لين فرح بوحدي ونوض كان عملها في حفلها ديالبنتي ونعملها أسمع العلم أنا لين كنت قاعد نعملها السبوع والميلاد والحمد لله إذن اليوم غدي نتكلم على واحد الموضوع شائع اليوم وكيبكي كيما قلت وهو موضوع الدعم الدعم اللي هو من 2008 وحنا كنتسمعوا بها الدعم في 2008 أنا الحمد لله أنا وبعض الرواد الكبار اللي تشرفنا بالبطاقة الفنان من عن صاحب الجلالة نصاه الله محمد السليس وكان أملنا أنه هذك البطاقة ياخد مشوار ديالها تخطط مشوار ديالها وزار تقفا أنا بالنسبة لبطاقة الفنان اللي عندي حاجة الوحيدة اللي كندير بها وأنه كان نعتز بها عندي دائما البورتفوي ديالي درجة أنه أخيرا قلت لي البورتفوي بكيت عليها أكتر هي ولو غا تصبلي وحدة أخرى وتصبت لي وحدة أخرى تصبلي فيدي من عنده فكانت عندي أجيزة بثاف والحمد لله لقيت البورتفوي ولقيتها لكن الجوهر ديال 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 بطاقة يا وزير تقفا أشن هي أنا ما فهمتش علش المناصيب كتتوخد بنغير بأنه أنا صاحب جلالة أو كتوصلوا المناصيب يعني معرف يعني كتوصلوا منصيب كيعطيكم منصيب أو كتوخدوا منصيب خلال الحكومة ديالكم بش تقموا بواجبكم لكن أنا اليوم كانت تكلم بحرقة ولما أتكلمش أنا كرائدة كما يطلق علي يعني يسمى أن الله تفرق فطم الرواد الفن لما تتكلمش على الشباب لما تتكلمش عن ناس أخرين اللي مضرورين رأنا اللي يسكتع الظلم فهو ظالم اللي وقع مليار وربعمائة مليون خرجات بارح أول بارح أنا ما كنتشبعش ما كنتشوفش لأنني أنا ما كان دفعش عمري دفعت دعم عمري غنيت على حسب شحد يعني أنا منهارلي خرجت الميدال الفني قدروا تعرفوني مكعبشت ديركت ثري فونكي تحلي منهارلي خرجت الميدال الفني وأنا كنتش نفسي من 85 كنت مع المرحومة رحمه الله طالقي اللي هو كان مدير أعمالي في نفس الوقت عنا شركة أضواء المدينة كنا نتجوا نفسنا كانتش نفسنا وكانوا نزعوا نفسنا وكانوا نزعوا أغاني للناس عبد النجد عبد الله محمد عبدو يعني الناس وقع طلاق وكانتش نفسي ولا عمر شي حد نتج لي فقط ما كانش ندإنتاج وإنما كولابوغاسيون مع وصوت القاهرة اللي هو رشيد حياك صاحب شدائف أم وحد وقت وجيس ألبوم واحد لخالدات وتبقي كل نشاته لا تفرقفت من مالها الخاص يعني عمري أنا ما عمري ما عملت إنتاج دعمني شي حد لكن متوصل الوزارة فأنا هتفرق البارح مليار وربعميات مليون لأسماء غير معروفة أنا كنشوفوا حد لغليست جاتني لأن أنا ما كنش غير نبحث هاتشي لكن منش الناس كان مضرورة وبغيت نعرف جابوا لي الأسماء اللي تعطت لها تعطالها الدعم لا يعقل أسماء مع دعرقة بالفن لا يعقل أنه شركات ركنا شركات البنية كي نتاهية يا وزير الثقافة قبل ما تعطيهم مليار وربعميات مليون شوف هاد ناش كيديرو شنو مهم مدية لهم شنو كيديرو مغني بالصح هل صحيح بروديكتور لأنكي الناس اللي دارين شركة بروديكتور نهائيا نهائيا ثانيا كنعرف بأن هاد دعم هاد هاد المرة هاد يخرج في هاد المبلغ لا نتكلموش هاد من 2008 و الدعم تيخرج جميع مرات في السنة يعني جميع مرات في السنة فين هاد الأغنية المغربية جميع مرات السنة تيخرجوا مبال إغبار هاد الأشخاص محترامي أنا ماشي كونتخ أنه هناك أسماء معروفة و تتخدم كي ناس تتخدم و ماشي سنذكرها و نذكر أسماء كي ناس تتخدم و تعتبر إنتاج ما كي مشكلة لكن كي أسماء لم يتم معروفة نهائيا في 2008 و الدعم تيخرج و يخرجوا ملايير و الوقت اللي أنا كتتكون عندي سهرة تبع الوزارة الثقافة كيف يتكيو عليها تقول اللي هاد الانطفة ما عندنا شخص لا يستمع عمري في حياتي أقسم بالله عمري فيما خدمت وزار الثقافة الوحيدة ثم يجب الفرقة وزوج رائع لأنه وزار الثقافة دعم استثنائي ما معنى هو دعم استثنائي دعم استثنائي يا سيدي وسمعوني وفهموني مزيلا وهو انه جائحة كورونا يعني غادي نعاونون الناس مساكلين مخدامينش هالجائحة باشتعاون الناس اه سيدي غير عاونه انه محتاجين انتاج انه محتاجين معاونة بالناس رأى موسيقين تبيعون الالات ديالهم هاد مليار 400 مليون لكو كانت تقسم على فنانين كيسا او دابا على موسيقين تعيتو سنعطوهم ما يأكلوا نحن نعطوهم الله غالب وراء ما عايشش بالفنة الحمد لله والشكر لله عشنا بالفنة ودخلنا به في الاساس لو كن ما عملش عليش نرجع كما يقولون لما كانش الحمد لله جوجاق بياما فيه وكان عارف بحق الزمان وعارف بحق فنانين اللي مساكل ماتوا كيساعوا ده خارج المغرب ماشي يعني في مصر كنسمع فنانين وممتلين وهذا كيعمل الانسان عليش نرجع ليش بيش يوكل راسي وكل الناس اللي يعمل معه نوكله كان ديوه هنا شركات هنا كده كرة مرقناش باش ناكله قالوا قدنا نعاونو عنش وزار التقافة ما تعاونش الناس عنش هالدعم دين مليون مليار وربعمية اذا كنت خرجها الفم بالززف هالجائحة هذي يعني راكنين طبال وغياطة مرقوش علاست باش يخدموا فيه مرخصوا ما ياكلوا قسموكو قسمتوهم بلا دعم لا تدعم الاستثنائي يا وزار التقافة لا تدعم الاستثنائي دير في الرقصة دي جيبوا ناس من حقكم شوفوا الجهات شوفوا العمالات شوفوا المجاليس وشوفوا الناس اللي كتخدم هذو اللي ما عندش مياكلوا راه الناس كتموت بالجوع راه فنانين كيبيعوا الالات ديالهم باش يياكلوا جي مليار وربعمية مليون تفرق على اسماء مغير معروفة واسماء عندها اوكي اعطيتهم مفلوس بغيت انا دبا الان كان طالب الانتاجات لانا شوف اذا قد نسكت انا على هاد الشي كان طالب الرواض بالفند بالصح يعاونوني فهذا القدير انا مغسرش يتسكت على هاد الشي مغسرش يتسكت اولا كان الدعم كانوا قالوا يقولوا بعدا انا ما عرفت ربما قل لك اللي فيت دار الدعم خصو عامين عادي دار دعم اخر مي انا ما عملي بحت مليون بحت والله العادي معيانة بحت لان نظرني قلبي او لا نسكت انا ويسكت هذا ساسا تخو ولكن هناك الناس اللي كانت تأخد دعم كل مرة الدعم كي يجب فيه ثلاثة الاغاني اربعة الاغاني اتعوني الله رحمه ليدي هاد الاغاني بغين الاغاني لانا ولكن هاد وزارة تقفى خرجت الدعم باش تساعد اغنية المغربية بغيت نسمع الاغاني انا بغيت نسمعهم كلهم نسمعهم اني انا انا عيش من الجمهور بغين نسمعوا الاغاني كلهم اللي تعطالهم الدعم بغيت نسمعهم بغيت نسمعهم انا اغنية الاغانية تنذيرها لا تفهم لي السد المليون لان انا كفرنانة كبيرة كانوا يقولون الحمد لله يعني سنخلص المساكم زيال سنخلص الناس هذا هو الربح اللي غير بحوم مني يا سهرة ندخل الاغاني ويقولون اغنية ولم يسمعون اغنية يا را عباد الله انا فنانة انا فنانة في المغرب ويكون اغنية مغربية واحدة رسكنا في القاهرة واخدت الدعم يعني حاولوا تفهموها شوية يعني عيت ما نحاولك وشي تقولك ما نتنوت عليك الناس شنو هذا النحل هذا اللي غن نوضع لينا ما نوضناها في هذا الشيء هذا العسل تيدفق في الارض وحنا ما وقليش منه الناس انا ما تنهضرش على باش ناخد انا مع ممري لانا باش نكون واضحين هالي واقلات فرق فتح بلو بدكالي اسماء كبيرة في الفن نحط اغاني ديالي في اللجنة يحكم عليها واحد كان موسيقي عندي فعندو سبعتاشر عام را كابر معي وكبرته معي احترامي لبعض الاسماء اللي راها موسيقيين كبار وموسيقين كبير سنسفر قدقى راها معا لجنة لكن انا كان موسيقيين وكين الناس انا مع احترامي لهذه الناس ما نعطيكو باش تحكموا لي على 35 عام باش عاد يقبل لي وزير الثقافة الدعم باش يعطيها لا تفرع فرس انا الدعم خليت والناس اللي عاد بدعو وخليوا الناس يسترزقوا الله لكن هاد المرة درني قلبي بساف راها ما درني وش احد تعبوا مع مبريق لانكو بغيت الفلوس عام شا ندقى على الوزير وهنقول له انا كرائدات الفن المغربي وكفنانة كبيرة في البلاد رخص قدر لنا مبلغ اما عام عام كل عام اما شهريا لان احنا اللي خرجنا الاغنية المغربية واحنا ساعد نجرد مع احترامي الاسماء الان اللي تعطيت لها شهر الاغنية المغربية هل شهر بالدعم؟ شهراش بالدعم شهر نجيبه الخاص وكذلك اسماء اخرى احنا نجلو ساعد لان ده بالان ولا بغينا كرهنا بغاو كرهو الشباب الان هو الواجه هذه الاغنية المغربية خارج الوطن لان احنا نشوف اشتونكين وكانت تهدر مع فناني كبار وفي الخارج الوطن ما تتكلموا على ساعد اكثر من اسمي انا اكثر من اي اسم كيبقى عبدالو الدكاين عام سامح بلادي بالخياط رواد الكبار يعني تربوه عليهم ولي التوفيق تربع على صوت عبدالو الدكاين عبدالدي بالخياط لكن يا سعد وزير الثقافة انا عمري ما اتكلمت بهذه الهجا لكن الان انا اتكلم بها راجعني بسك مزيان وشوف هذه الفلسة يمشيوا واعتقوا الناس لك تموت في الجوع مين عندك مليار 400 مليون دفقها هكذا تمشي هكذا في الخوة فانا الان كان طالب حقي كان طالب بلاميتشيال دينا كان طالب بشهرية دينا انا بغيت نعرف لمن كانت تامي هل كانت تامي وزارة الثقافة؟ هل كانت تامي وزارة الداخلية؟ هل كانت تامي وزارة السياحة؟ راحنا بشعارة الجمهور الكريم راحنا معنا تشي واضيفة ولا واضيفة معنا لسانساس معنا انا عندي شركة انا اولو لزدخ والناس اخرين معنا دمج جماعي معنا التقاعد ولو نهالي كان مرضو كما كان صحب جاء الله ينصروه كي سافتنا الشيخ زيد ولا كي سافتنا المحكام لا 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 ندوش الشيخ زيد ولا المستشوى العسكاري ارى معناش بش نتعالجوه او معنا الناس بش نتعالجوه الحمدلله والشكر الى الحمدلله يبقى كثيرا من لم يكن لحق شيء انك كنت قلت ان يأتي واحد الوقت سوف يقول لحقوق معنى وزارة الثقافة لا تقنن شهاد الفن وتوضف الناس وتوضف الناس وتوضف الناس وعطيك الوحدة عصانة في ريال سوف يحرم سوف يحرم عليكم هذا الله يجبكم وراجعوني في سكم وانا طالب بالانتاج لانا لماذا تريد ان تقنرسك المونة لا تتعالجوه لا تتعالجوه واذا تتعالجوه الناس واذا تتعالجوه للناس انا بعدها لم تتعالجوه امين قليل لمن تتعالجوه لانا كنت مع الناس كنت مع الشعب في المقاطعة فجميع مهرجانات خدمت عليها تتعالجوه لانها لطفة مع الشعب فمكائم مهرجانات اذا سمعتني خدمت اشياء اخرى خاصة عن شركات اما اللي كانت ضد المقاطعة وكان مخضوب علي فليهذا عيت منسكت عيت منسكت كانت طلبوغي بحقنا فقط طلبو بحقنا بحقنا بحقنا